ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم يا اصدقائي في حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية. اليوم باذن الله سوف ندرس درس جديدا من درسا جديدا من دروس القراءة. الا وهو رحلة الى المخيم. هيا احضر كتابك وافتح صفحة مئة وستة. صفحة مية وستة. هيا نقرأ سويا. ذهبت مع اصدقائي في رحلة الى مخيم كشفي. المكان واسع مليء بالجبال والسخور والرمال. جهزنا المخيمة. ثم تجولنا لنستكشف المكان. بعد فترة بعد فترة نظرت حولي. فلم اجد سوى الرمال والجبال. اين المخيمة? واين اصدقائي? لقد اضعت الطريق. يبقى درسي بيتكلم ان الاصدقاء راحوا رحلة الى المخيم. ايه هو المخيم ده يا اصدقائي? احنا ممكن نطلع رحلة او مجموعة من الاصدقاء. نروح مكان معين مسلا اه في الجبال في الحضائق في الحضائق ايا كان. فالوقت لما بيليل علينا هنعمل ايه? بنبتدي ان احنا نعمل خيمة. بالشكل دوت اللي انتو شايفينه. هنا فوق نبص فوق كده اول حاجات ايه? هنا شايفينها? مكان اليد الصغيرة دي. خيمة دي بنعملها وننصبها. ونبتدي احنا نحط فيها ادواتنا علشان نقدر نتحرك برحتنا. زي انت مسلا لما بتروح الحديقة بتحط ادواتك في مكان معين وبتقوم تتمشى في الحديقة دي عشان تلعب او آآ تسوق الدراجة. تمام? يبقى المخيم. بنعمل في ايه? مكان توضع به. توضع به لايه? الخيمة يا اصدقائي. الولد بيحكي ان هو راح مع اصدقائه في مخيم. في رحلة الى مخيم. بيوصف لنا ان المكان واسع. المكان واسع. ومليء بالايه? المكان كان مليء بالجبال والصخور والرمال. جهزوا المخيم بتاعه. حضروا الخيم ووسبوا ادواتهم وبدأوا يتجولوا. يعني ايه نتجول? يعني نتحرك ونتنقل ليه? لنستكشف المكان. عشان يكتشفوا المكان. بعد فترة بطل القصة بيبص حواليه مش لايه اي حد. غير الرمال والجبال. فيقولوا ايه? اين اصدقائي? اين المخيم? انتو فين? انتو رحتوا فين? انا توض. انا شكلي توض. لقد اضعتوا الطريق. هيا نستخرج من هذا الجزء اهم من الاستخراجات. ذهبتوا فعل ماضي احسنتم. اصدقائي اصدقائي اسم جمع ولا مفرد? جمع. وبها ياء ملكية. في حرف جر منفصل. رحلة تن. تن. تنوين بالكسر. احسنتم. طب اسم ولا حرف ولا فعل? طبعا اسم. مفرد ولا جمع? مفرد وجمع رحلة? رحلات. الى حرف جر منفصل. مخية من تنوين بالكسر. كش فين ايضا تنوين بالكسر. المكان. المكان. اللامزي لم ايه? هنبص الحرف التالت لام قمرية. حرف التالت هو الميم يبقى اللام لام قمرية. واسع مضاد واسع ضيق. واسع ضيق. طيب وبها تنوين بالايه واسع دي? بالضم احسن. وايضا بها مد بالايه? بالالف. طب مين الممدود? الواو. مليء. مليء. تمام? تنوين بالضم. طيب مضاد مليء. الكباية مليئة بالماء. مضاد ده ايه? ايوا فضية. بس مش هقول فضية اقول ايه? فارغ. يبقى مليء. عكسها او مضادها. فارغ. بالجبالي. الباق حرف جر. ها منفصل? لا لا. متصل لانه ماثق بالكلمة اللي بعده. الجبال. لام ايه? الجيم لام كمرية. الجبال مد بالايه? بالالف. مين الممدود? الباق. طب الجبال اسم ولا فعل? طبعا اسم. طب جمع ولا مفرد? جمع. مفرد الجبال جبل. وحرف عطف. الصخور. ال الها. اس اس اس. الام هنا ايه? ما سمعنا هاش. يبقى شمسية. الصخور اسم جمع مفرد الصخور صخرة. والرمال. الرمال. تمام? ايضا اسم جمع. ولام شمسية. وبها مد بالايه? بالالف. طيب الصخور ايضا بها مد بالايه? بالواو. يلا جهزنا. اسم ولا فعل? فعل. ايه? ماضي جهزنا خلاص. المخيم. الميم هنا من حروف اللامل ايه? قمرية. المخيم مفرد. ثم حرف عطف. تجولنا. تجولنا يعني تحرقنا وتنقلنا. طبعا ده فعل ايه? تجولنا خلاص. ماضي. طب تجولنا ليه? لي نستكشف. ليه ما تجولنا? لي نستكشف. يبقى اللام هنا لم ايه? لام للسبب. لي نستكشف. طبعا تقول لي لم نجر. لم حرف تجر لا. لان نستكشف بعدها فعل. واسأل نفسك ليه تجولنا? لي نستكشف. ونستكشف هنا فعل ايه? مضارع. المكان قلناها فوق لام كمرية. وايضا مد بالالف والممدود هو الكاف. طيب بعد فترة فترة تنويم بالكسر وهي اسم. نظرت فعل ماضي حولي فلم اجد سوى الرمال اسم جمع وحرف عطف والجبال برضو اسم. وجمع. اين المخيم اسلوب استفهام? اين اصدقائي? ايضا اسلوب استفهام. بقول لك طلع اسلوب استفهام عندك اتنين. اين المخيم? اين اصدقائي? تمام? فلم لقد اضعته? اضعته فعل ماضي. اضعت خلاص. انتهى. الطريق اللام هنا ما سمع نهاش والطاق من حروف اللام. الشمسية يبقى الطريق لام شمسية وايضا ماد بالاي? ماد بالياه. احسنتم يا اصدقائي. ندخل على الصفحة اللي بعدها. الفكرة رقم اربعة. بدأت الشمس في الغروب. واصبح الجو باردا. فجمعت بعض اخصان الاشجاري. لايش عاليها? فاشعره بالدفئي. يبقى الشمس بدأت ان هي تغرب. بدأت ان هي بتغيب خلاص وبتغرب والجو ابتدى يبقى بارد. فعمل ايه الولد? الولد شعر بالبرد. فابتدى يجمع بعض اخصان الاشجار. الخشب بتاع الشجر اللي هو الغص. ليه ليه جمع الاخصان? ليه اشعالها? احسنتم ليشعاليها? ليه برضو? ليشعر بالدفئ. بدأت. بدأت هنا فعل ماضي. الشمس لام شمسية. الشمس يا اصدقائي لام شمسية. وهي اسم في حرف جر منفصل. الغروب لام كمارية. مد بالوا والممدود هو الراء. واصبح اصبح فعل ماضي. الجو لام كمارية. باردا تنوين بالفتح وايضا مد بالالف. باردا الممدود هو الباء. فجمعته جمعت فعل ماضي. بعد اغصان. اغصان اسم ولا فعل? طبعا اسم مفرد اغصان غصن. الاشجاري لام كمارية. مفرد الاشجاري الشجر الشجرة. مفرد الاشجاري الشجرة. وفيها مد بالالف والممدود هو الجيب. طب جمعت الاخصان ليه? ليشعاليها? يبقى اللام هنا لام السبب. فاشعره بالدفء. اشعر فعل مضارع بالدفء. الباء حرف جر منفصل. والدفء ايه? لام كمارية ولا شمسية? مش عارفة. يبقى بص على حرف التالت. بعد الالف واللام واحد اتنين تلاتة. الدال شمسية. فقرة رقم خمسة. عفوا الفقرة او رقم خمسة. بعد قليل سمعت بعض الاصوات تنادي. يا كريم يا كريم. ساعدت كثيرا وتعجبت قائلا كيف اثرتم علي? فقال القائد من خلال الاشارة الضوئية التي استخدمتها. فتسألت اي اشارة تقصد? اي اشارة تقصد? فرد ضاحكا ها 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 النار التي اشعلتها هي اشارة ضوئية ساعدتنا في العثور يا عليك. يبقى يا اصدقائي بعد ما اشعل النيران سمع حد بينادي عليه يا كريم يا كريم. فرح جدا بس استغرب. ايه ده? هما لقوني ازاي? فسأل القائد فالقائد رد عليه قال له من الاشارة الضوئية اللي انت استخدمتها. اشارة اي اشارة دي? يسأل نفسه. اي اشارة? انت تقصد ايه? فقال له ضحك. وقال له النار اللي انت اشعرتها دي اشارة بالنسبة لنا عرفتنا مكانك. بسرعة انطلع عام الاستقراجات. بعد قليل مضاد قليل عكس قليل ايه? كسير. وبها تنوين بالكسر قليل قليل ومد بالايه? باليا والممدود هو اللام. سمعتوا فعل فعل ماضي بعض الاصوات الاصوات اللام هنا لام كمرية وهي مد بالايه? الاصوات مد بالالف والممدود هو الواو. تنادي. هي بتنادي ولا خلصت منادية ولا لسه بتنادي? لسه بتنادي. يبقى فعل مضارع. يا كريمه اسلوب بسرعة. يا يا اسلوب ها نداء احسنتم. فاعدتوا فعل ماضي. كثيرا كثيرا مضادها فوقه في السطر اللي قبلها مضاد كثير قليل. سهنة كثيراً تنويم بالإيه؟ بالفتح ومد أيضاً بالإيه؟ كسي مد بياء والممدود هو الساب و حرف عطفalu فعل ماضي قائلا كيف عثرتها علي هنا الأسلوب أسلوب إيه؟ كيف عثرتها علي بسرعة كيف؟ كيف هي؟ أدايا وعلايا أنت استفهام يبقى الاسلوب اسلوب استفهام احسنتم فقال القائد قال فعل ماضي القائد اللام طبعا لم ايه? قمرية عشان القاف قمري القا مد بالايه? بالالف والممدود هي القاف القا اي اي خب لك الهمزة بص جات على نبرة اي عشان ما كانش ينفع انا عندي الف مد القا وهكتب همزة فمن فاش اكتب الف والف كتبنا الف مد والهمزة عشان مقصورة جاءت على نبرة القا اي رأيتها القا اي دو من حرف جر خلال الاشارة الاشارة لا قمرية احسنتم وهي اسم وفيها مد بالايه? الاشار مد بالالف والممدود هو الشيد الضوئية الضوئية اللام هنا لام شمسية احسنتم التي التي اسم من الاسماء المنصولة فاكرنا التي والذي استخدمتها استخدمتها تقدمها خلاص فعل ماضي فتساءلتوا سأل نفسه فعل ماضي تساءلتوا فعل ماضي اي اشارة تقصد الاسلوب ايه؟ استفهام احسنتم فرد رد فعل ماضي ضاحكا تنوين بالفتح احسنتم طب وضاء فيها مد بالايه؟ بالالف ومين الممدود؟ حرف الضاد الناره اللام هنا لام شمسية وايضا ايه بها مد بالايه؟ الناه احيوها سمعيكم مد بالالف التي اسمه موصول اشعلتها اشعلتها ولا لسه هيشعلها؟ لا اشعلها خلاص يبقى الفعله هنا فعل ايه؟ ماضي هي هي ضمير ضمير غائب هي اشارة ضوئية قلنا اشارة ضوئية فوق وتنوين بالايه؟ بالضم ساعدتنا ساعدتنا خلاص فعل ماضي في حرف جر منفصل العثور اسم واللام هنا لام قمرية وايضا بها مد بالوا والحرف الممدود هو الساء تمام يا اصدقائي؟ يارب تكون كل الاستخراجات واضحة امامنا ويارب يكون شرح الدرس واضح ونكون في منيه كويس نرجع بقى اهم الاسئلة عندنا شايفين؟ هذا مخيم نصبوا فيه الخيم هذا مخيم ترعوا؟ مخيم مكان نضعوا به الخيمة مخيم مكان نضعوا به الخيمة تاني مخيم مكان نضعوا به الخيمة يتجول يتحرك ويتنقل يتجول يتحرك ويتنقل يتجول يتحرك ويتنقل اضاع فقد اضاع فقد اضاع فقد يشعل يودي يشعل يودي هيا معايا يشعل يودي ويوقد كمان يشعل يودي ويوقد كمان احسنتم يلا اهم من اسئلة اين ذهب كريم مع اصدقائه ذهب في رحلة الى مخيم كشفين احسنتم رقم اتنين يلا نوصف المكان مكان المخيم واسع مليء بالجبال والصخور والربال مكان واسع مليء بالجبال والصخور والرمال ماذا حدث لكريم بعد فترة اللي حصل له فقد كريم الطريق تاه ماذا فعل كريم عندما اصبح الجو باردا عمل ايه شايفين ترونها ذي الشعلة ترونها عندما اصبح الجو وباردا جمع كريم بعض اخصان الاشجار ليشعلها ليشعلها طب كيف عطر على اصدقائي من خلال الاشارة الدوقية وهي اشعال النار يبقى الاشارة هنا هي ايه اشعال النار هزوي هم اتكشافة احلى الى الايه يا رب تكونوا فهمتوا الدرس باذن الله ناخد صفحة 101 واجب واراكم في حلقات قادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة